الحكماء بيحكوا قصة مهمة جداً لازم نسمعها وإحنا بنتعرض للأحداث دي بيقول الحكماء إن الله سبحانه وتعالى لما أنزل آدم إلى الأرض بعد ما تابع عليه وأنزله إلى الأرض وهو معمرهاله وملئهاله بالنعم آدم عاش في الأرض وكمان كان معاه أولاده بس الشيطان جات له فكرة شيطانية طبعاً وكل أفكاره شيطانية الشيطان فكر أنه يلمي أولاده كلهم اللي موجودين في كل الأرض ويحاول يتخلص من آدم ويخرجوا من أرضه لأنه لو خرج آدم من الأرض وقتل وهو أولاده سيفرغ له أجهر الله سبحانه وتعالى ويصبح عبد الله المحبوب وميبقاش فيه مخلوق تاني ممكن ربنا يحبه غيره فكرة شيطانية إنه لما يتخلص من آدم وياخد أرض آدم كده هيبقى هو العبد المفضل عند الله وياخد الأرض كلها ويعيش فيها بس آدم افتكر أن ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى لما خلقه كتب على جبينه وكتب على جبين أولاده معنى مهم أول ولقد كرمنا بني آدم فعرف آدم أنه ما ينفعش يسيب الأرض لأن الأرض بتساوي العرض وعاش سيدنا آدم في الأرض وتمسك بالأرض حتى بعد مسافة إبليس دم أولاده فضل متمسك بالأرض وحلف ما يخرج من الأرض أبداً حلف ما يخرج من الأرض لأنه هو عارف كويس قوي وفضل يسرخ في وشي إبليس الأرض عندي بتساوي العرض وعشان كده عارف أن جبينه مش ممكن أبداً يسيب الكرامة اللي ربنا كتب عليه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر فعارف بدل الكلام على البر والبحر يبقى التكريم ده مرتبط بالأرض وإن التفريط في الأرض هو تفريط في التكريم الرباني ترجمة نانسي قنقر